في خطوة وصفت بالجادة أعلنت وزارة الخارجية ممارسة كافة أعمالها من العاصمة المواقتة عدن ابتداء من اليوم لا حد وبذلك تكون الخارجية هي الوزارة الأولى التي ستفتتح النشاط الحكومي المتوقفة منذ انقلاب أغسطس الماضي الذي نفذته ميليشيا المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات بيان الخارجية قال إن عودتها لعدن ضمن توجه الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياضة الذي وقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الثلاثة الماضي والذي أفضى إلى دخول الانتقالي كشريك في السلطة وكان الرئيس هادي قد وقه السبت الماضي كافة مؤسسات الدولة بالعمل فورا على تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع لكن لا يعلم بعد هل تمت تهيئة عدن لتكون آمنة لعودة كاملة للحكومة والرئيس هادي أم أن العودة ستكون تدريجية للحكومة أو بعض منها إعلان خارجية عودتها لعدن يعد بنظر حكوميين مفتتحا لعودة كاملة للحكومة خصوصا وأن القوات السعودية أضحت ضامنة لحماية الحكومة ووزرائها كما أن الرياض وفق مراقبين تبدو حريصة هذه المرة في إنجاح اتفاق صاغته لتحسين صورتها المشوهة عالميا إلا أن بعض المؤشرات تبقي الاتفاق مفتوحا لتعقيدات قادمة تبدو من الانقسام الجنوبي حول الاتفاق حيث أعلن مجلس الإنقاذ الوطني ولجنة اعتصام المهرة رفضهما للاتفاق فضلا عن وجود تخوفات شعبية من أن تكون عودة الحكومة شكلية ويبقى السؤال الجديد القديم بلا إجابة هل سيعود الرئيس هادي إلى عدن؟